كيف يعني مفهوم الفيسبوك بالسياسة كتير قديم؟ أنا بشرح لك أول شي بالسياسة السورية كان دائما في شي اسمه حق الرد صح ولا لا؟ صحيح حق الرد حق الرد هو استاتوس أو تعليق على الأحداث الجارية منهم نتذكر كل الكومنتات اللي بيعملوها الحكام العرب من تنديد وشجب من قصف لبنان للتعدي على الأراضي الفلسطينية إلخ 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 وأرجى الاستاتوس على الأحداث ضل بمجال سين وسوفة وإذا بدهم يتقلوا العيار بيعملوا بوك سياسة النكز بالفيسبوك المعرب يعني بس البوك صار قديم ما؟ بس لسه العرب متخيلين إن البوك هو أقوى شوي من الكومنت يعني بعد كم كومنت من تبع الشجب والتنديد بيعملوا بوك لمجلس الأمن وبيروحوا بيعملوا شير بيكتشرز لبعضوا هنن عم يعملوا كومنتات تنديد بعدين بيرجعوا على بيوتهم فرحانين وبيعملوا كومنتات تانية عن هذه الزيارة طيب واللايك؟ اللايكات بالسياسة متعددت الاستخدامات في مننا يلي بتعني شايفك فمثلا إذا حطيت لايك بكون إلى أكتر من معنى فرضا إذا إن حسن نصر الله عمل خطب منفوت منلاقي لايكات واحد من إيران واحد من إسرائيل واحد من النظام السوري واحد يا من أمريكا يا من روسيا حسب النكاية لا معقول أمريكا وروسيا يحطوا لايك عيك ستاتوس تعال أترجم لك ياها إيران والنظام السوري حطوا اللايك وكأنه عم يقولوا أحسنت البقاية حطوا اللايك بس بغير معنى ترجمتوا لللايك تابعون إنه شايفك بسيطة يا عر يعني مثل الوجه الغاضي بالتحديث الأخير تابع الفيسبوك برافو عليك هاي هي القطة طيب وبالحالة السورية المعارضة والنظام هدول أبطال الفيسبوك لك في منه الناس ما بتعرف شو هي سياسة الفيسبوك الافتراضية لك ما بيعرفوا إنه بالمقابل في ناس عم تموتوا من إخناقات الفيسبوك الافتراضية والسياسة تبع الغرب والقوى العظمة هدول بيشتغلوا على وضعية الصامت الرنان كل فترة بيمروا بشوفوا شو عم بصير إذا لقوا شي معاجبون بيعملوا كم حذر لكم صفحة بس إذا لقوا الشغلة كبيرة بيطفوا الراوتر وبيروحوا بيناموا أين بدي أولا هي طبعا تابعونا على الفيسبوك وعملونا لايك وشير هلأ بدي أولا سجلت؟ خلصت؟ طيب تابعونا أنا لبيدي أسميها حديقة حيوانات بوك